السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد حدث بالفعل وأخرا أن ضربت المملكة العربية السعودية بصواريخ وكان يقال دائما مجهولة المصدر لا يعلن عن من أطلقها أو أن تتحملها العصابات الحوثية تعلن أنها هي التي أطلقت الصواريخ أو الطائرات المسيرة كما حدث في أرامكو عندما استهدفت وتمنى الحوثي هذه الضربات وفي الواقع كل التقارير الاستخباراتية كانت تشير إلى أن الصواريخ جاءت من جهة العراق أو من جهة إيران الآن التهديدات الإيرانية للمملكة العربية السعودية أنا برأيي تهديدات جدية لماذا تهديدات جدية؟ ولماذا من الممكن أن تنفذ إيران عمليات ضد المملكة العربية السعودية في هذه الظروف؟ أنا سأشرح وجهة نظري في الحقيقة إيران مأزومة من الداخل كناك ثورة طلابية حقيقية لن تتوقف بسهولة لن تتوقف إلا إذا حققت أهدافها هذه الثورة الطلابية هي ثورة وعي في إيران وثورة شباب في إيران وثورة نساء في إيران من الشابات اللواتي لم يمر عليهن وعلى زملائهم من الطلاب حالات القمع والرعب والخوف التي مرت على أهاليهم وبالتالي هؤلاء فاقدون لعقدة الخوف من هذا النظام ثورة حقيقية يشعر النظام بخطرها يشعر النظام بأن هذه الثورة ستغير شيئا يخاف النظام على نفسه من السقوط هذه حقيقة لأول مرة بكل التظاهرات التي حصلت في إيران يصل النظام إلى هذه القناعة بأنه يخشى على نفسه من السقوط والاندثار يخشى من المحاسبة رموز كبيرة في هذا النظام رحلت عائلاتها إلى دول غربية رموز حقيقية في هذا النظام جمعت أسرتها ووضعتها في الطائرات وسفرتها إلى كندا وإلى أوروبا هذا يعني أن هناك خوف حقيقي علماء الدين المشايخ الملالي يتعرضون للإهانة لا يجرؤون على المشي في الشوارع إلا إذا خلعوا العمامة هذا هو الوضع في إيران من الذي يقف إلى جانب الشعب الإيراني؟ لا أمريكا ولا أوروبا ولا العالم المتحضر ولا الصين ولا اليابان الذي يقف إلى جانب الثورة الإيرانية والشعب الإيراني هي المملكة العربية السعودية على الأقل تقف بإعلامها بكل منصاتها الإعلامية بإيران انترناشنال وبالعربية وبالحدث وبالإخبارية وبكل المنصات وكل حلفاء المملكة العربية السعودية عبر العالم يقفون إلى جانب الثورة الإيرانية معروف بأن وزير الأمن السعودي السابق يذهب دائما إلى مؤتمرات مجاهدي خلق ويلقي كلمة في المؤتمر ويقف إلى جانب مجاهدي خلق ضد هذا النظام المجرم في إيران معروف جدا دور المملكة العربية السعودية المساند للشعب الإيراني وبالتالي تلتقي الآن مصلحة النظام في إيران مع مصلحة الولايات المتحدة الحانقة من المملكة العربية السعودية وتحديدا إدارة بايدن بايدن تعرض لإهانة حقيقية من قيادة المملكة وبالتالي تلتقي مصلحة الطرفين اليوم في البحث عن طريقة لزرع الوجع في المملكة العربية السعودية علينا أن ننتبه على المملكة العربية السعودية أن تستنفر كل إمكانياتها في هذه المرحلة لأن إمكانيات الغدر وأجواء الغدر وهيئة في هذه المرحلة بالذات النظام في إيران من مصلحته أن يبحث عن عدو خارجي إنها الطريقة الوحيدة أن يشتبك مع عدو خارجي لكي يسكت الثورة الداخلية ويخلق ما يشبه الوحدة الوطنية في مواجهة عدو خارجي هذا على مستوى مصلحة النظام إنه بأمس الحاجة للوصول إلى تشكيل عدو خارجي يضربه ويتلقى منه الضربات ويصدع حربا محدودة معه لكي يتمكن من إخراس الشارع وإسكات الطلاب والطالبات المتظاهرين والمنطفضين والثائرين هذه هي مصلحة النظام الإيراني الآن وبالتالي أنا أصدق بأن هذه التهديدات هي ليست تهديدات استعراضية ولا عبثية تهديدات لها أساس مرتبط بمصلحة النظام في هذه المرحلة أما الولايات المتحدة التي تدعم النظام الإيراني من تحت الطاولة وتنفذ برنامج الغرب في المنطقة العربية والإسلامية فمن مصلحتها أن تكون الدول العربية خائفة من إيران حتى تزداد نسب شراء السلاح حتى يطلب العرب الحماية من الولايات المتحدة حتى تعود الحاجة لصواريخ باتريوت وغيرها من الصواريخ المضادة للصواريخ وللطائرات المسيرة حتى هناك كثير من الأمور التي تستفيد منها الولايات المتحدة من هذا التهديد ومن أي ضربة قد تتعرض لها المملكة العربية السعودية في الأيام القادمة هنا اكتفتت عربي قمة عربية بلا طعم ولا رائحة بلا لون ولا طعم ولا رائحة وبالتالي الوضع الآن مهيأ لأي عدوان إيراني من دون أن تعلن إيران بأنها هي التي قامت به ولكن قد يكون هناك رسالة قوية موجعة تتطلب ردا سعوديا وإذا ما حصل هذا الرد سيكون بمثابة الأمنية تحقيق الأمنية لإيران لأنها تريد حربا محدودة حتى يتوقف الشارع عن مطالبه وعن حراكه أنا أعتقد بأن الظروف مهيئة الآن أمام إيران وأمام الولايات المتحدة من أجل تنفيذ ضربة ضد المملكة العربية السعودية أنا هذه المرة لا أخذ التهديدات الإيرانية على محمل الفشخرة ولا على محمل الاستهلاك الإعلامي ولا على محمل يعني ما تعودنا أن نسمعه من إيران دائما أنا أعتقد بأن الظروف السياسية المحيطة تشي بأن مصلحة إيران بحاجة ماسة لمعركة محدودة مع طرف خارجي أصلحة إيران الآن تتطلب أن يتحرك الحس الوطني والقومي في إيران دفاعا عن البلد لأنهم حاولوا استخدام داعش لكنهم فاشلوا لم يستطيعوا قمع الثورة الإيرانية بعد الضربة التي تعرض لها المقام في شيراز أو القبر في شيراز لم يستطيعوا استغلال هذا الموضوع أو الاستفادة منه في إسكات الشارع حاولوا الآن الولايات المتحدة نفسها مأزومة فهي تسعى لعقد جلسة لمجلس الأمن من باب رفع العتب هي تعرض بأن الفيتو الروسي سوف ينتظر أي قرار دولي من مجلس الأمن ضد إيران ورغم ذلك هي تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن وعندما يأتي الفيتو الروسي تقول لا نستطيع أن نتدخل لأننا فشلنا في الحصول على قرار من مجلس الأمن تماما كما فعلت بالأزمة السورية كانت تقول نريد قرارا من مجلس الأمن لكي نتدخل لحماية الشعب السوري ومجلس الأمن عندما ينعقد يأتي الفيتو الروسي والفيتو الروسي كان بمثابة طوق النجاة للإدارة الأمريكية تضعه حجة من أجل أن لا تتدخل ومن أجل أن تواجه الرأي العام بمقولة لا نملك قرارا من مجلس الأمن وبالتالي لا نستطيع أن نتدخل المعادلة اليوم دقيقة وحساسة أنا شخصيا أتوقع أن تتلقى إما المملكة العربية السعودية وإما الإمارات العربية المتحدة وإما البحرين وإما الكويت ضربة إيرانية فيها ملامح إيرانية لا تعلن إيران عنها ولكن الملامح تؤكد أن الضربة إيرانية وتستجدي ردا ما حتى تستفيد من هذا الرد بحرب محدودة تخدمها في قمع التظاهرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة